وخلال مؤتمر صحفي بمقار وزارة الخارجية قال وزير الخارجية سامح شكري أن هناك إرادة سياسية قوية من أجل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا من خلال التنسيق الوثيق بين البلدين وذلك للارتقاء بالعلاقة والعمل في الاتحاد الأفريقي وتحقيق مصالح القارة الأفريقية تزد كثيراً بألاقات التعاون التي تربط بيننا والتفاهم سيادتها تزور القاهرة لتحمل رسالة من فخامة رئيسة الجمهورية موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد وجود الإرادة السياسية القوية لتدعيم العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين للارتقاء بالعلاقة وأيضاً العمل في إطار الاتحاد الأفريقي لتحقيق مصالح القارة الأفريقية وأيضاً التنسيق في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين والقارة ولاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية